السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال النهاردة يوم واحد 22 مارس ومعاكم التقرير الجديد بخصوص الأوضاع وهركز النهاردة هتكلم عن الفلبين واللي بيحصل في الفلبين لأننا شايف بصراحة أن الفلبين وغدا سيان حكومة وسيان شع بصراحة متعاونين وبياخدوا الإجراءات الصحة ولهم فترة بدين فيها أولا بداية عايز أقول لكم أني أحب أشكركم جدا على متابعتي وأحب أشكر كل الناس اللي بتتواجد معايا وبتابع التقارير بتاعتي يعني الحمد لله بتدوني إحساس أن أنا بقوم بعمل مفيد للناس وده إحساس مهم جدا في الظروف الحالية وطبعا من الصعب جدا أنك أنت ما بين في خلال أيام تبص تلاقي الحياة الحياة اللي أنت عارفها ما بقتش موجودة الناس اللي كنت بتشوفهم اختفوا الشوارع اتحرمت منها وإحساس بأنك مهدد مهدد بأن الرزق بتاعك تقطع وأن احتمال الأكل والشرب احتمال وإن شاء الله لا يجيب هذا احتمال أنه في يوم الأيام يتقطع إحساسك بأنك بقيت في دنيا غير الدنيا إحساس قاتل ورهيب ربنا يصبر الجميع ربنا يصبر الجميع ويعدي هذه الأزمة على خير إن شاء الله خلينا نشوف التقرير النهاردة يوم 22 مارس عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 305-601 إصابة جديدة بزيادة 29730 إصابة جديدة عن إمبارح يعني الزيادة عاملة زي الزيادة بتاعت إمبارح عن أول إمبارح تقريبا عدد الوفيات حوالي 13 ألف وفاة بزيادة حوالي 1607 وفاة عن أمس الحالات اللي شفيت وده قلتلكم الحالات التي تشفى ده يعني شيء مؤشر جميل وبيبشرنا إن فيه ناس بتخف يبقى إذن ممكن كل الناس تخف طالما فيه ناس بتخف يبقى إذن فيه أسباب لأنهم بيخفوا طب إيه هي الأسباب؟ نتباحها عشان نخفوا كلنا الحمد لله أكتر من 95% تقريبا من كل المصابين بيخفوا فعدد الذين شوفيوا حتى الآن 94.793 بزيادة 2881 حالة شفاء عن أمس عدد الدول التي وصل إليها الفيروس هي 188 دولة بالنسبة للحالات بتاعت النهاردة قلنا 305-601 إصابة بس دوت رقم كبير ما تترعبوش لأن مش كلهم مصابين ما احنا قلنا فيه منهم ناس خفت وفيه ناس يعني فيه زمة الله فاللي متبقي إصابات حاليا هي 97 ألف إصابة هذه الإصابات منهم حوالي 95% حالات خفيفة دول بيخفوا ده بأمر الله ما فيش فيه مشكلة وفيه منهم 5% دول اللي حالات حرجة وربنا معاهم يعني ممكن الخمسة في المية دول 3% يعني ربنا يتغلهم إذا ما كانش يظهر علاج بسرعة لهم لأن المرض يعني بياخد حوالي أسبوعين الحالة الحرجة دي بتاخد أسبوعين يا إما أمورها تستقر وتتحسن يا إما بتتوفى ده بالنسبة للتقرير كده بسرعة نروح للموقع اللي احنا بنزوره كل يوم اللي هو worldmeters.info عدد الحالات زي ما قلنا 307,610 وعدد الوفيات طبعا على ما تكلمت زادوا شوية أنا قلت من شوية كام 13,000 دلوقتي بقهم 13,050 يعني فارق ساعة ولا حاجة عدد الشفاء موجودة هوت ودي الحالات النشطة 198,000 وكسر ودي الحالات الحرجة ودي الحالات الكويسة ودي الحالات الحرجة اللي هي 5% وده الكيرف طبعا اللي بنشوفه كل يوم ما زال الكيرف بتاع الحالات المتزايدة زي ما انتوا شايفين بتتزايد كل يوم 156 182 218 لحقق ده ما بتوصل إلى النهاردة العدد بتاع 300 وشوية حالات الوفيات نفس الشيء برضو بتتصاعد الحالات من 4,000 ل7,000 ل8,000 لحد ما وصلت لعدد بتاع النهاردة 13,000 نجي نشوف الدول بقى عشان نشوف ايه الدول الاكسر اصابة وبسرعة نمر على الدول العربية العالم الدول التي اصيبت في العالم وصلها 188 دولة بالاصابة لل البخرة اللي هي بتاعت اسمها Diamond Princess مازالت الصين واحد ده الرقم ده هو على فكرة الصين يعني أنا بصراحة الصين أنا لا أصق في الصين وأدعوكم ألا تصقوا في الصين ما تنسوش ان الصين دي هي الدولة التي قامت على الغش والخداع صحيح احنا بدورنا انها دولة ضخمة وي وي لكن يعني انتو أفقر دولة انا متأكد انه أفقر دولة لو سألت شعبها يعيش في دولته ولا يعيش في الصين هيطلب انه يعيش في دولته دولة يعني بتتبع أسلوب الخداع والغش من زمان صحيح هم سورجيين وبيفرضوا أمور جيدة جدا بالنسبة للداخل وبيقدروا يحققوا إنجازات لكن سياستهم دائما معتمدة على الغش والخداع وسرقة التكنولوجيا ده محدش يقدر انكيره يعني أظن انتو مش نسيين لما بنقول ده أصلي ولا صيني ده أصلي ولا صيني فما تنبهروش وتعمله زي بعض الحكومات العربية اللي بتروح تتدلق على الصين طبعا هم بيتدلقوا على الصين للحكومات العربية لسبب أكيد انتو عارفين عايزين يتعلموا منهم إزاي يسيطروا على البلد زي ما الحزب الشيوعي الصيني ما مسيطر على الصين يعني ما تفتكروش رايحين ياخدوا منهم تكنولوجيا ولا ياخدوا منهم حاجة لا عايزين يتعلموا منهم يعني أمل الأنظمة العربية في معظمها أو كلها ان بلادها تبقى زي الصين وان اللي بيحكم يبقى مسيطر زي الحزب الشيوعي الصيني زي ما هو مسيطر على الصين فأرجو ان محدش ياسق في الصين وبدأ ليه التقرير بتاع انبارح كان هو كده والنهارده هو هو ما عرفش أنا مش فاهم يعني يعني انبارح برضو لو رجعت وتقرير بتاع انبارح هتلاقي نفس العدد والموقع هنا بيقول الموقع ده أوتومات تلقائي بيتجد التلقائي أنا معرفش الألية لكن هي مش بتجيله المعلومات هي الدول كلها بتخش على الموقع واتدخل الإحصائيات بتاعتها فطبعا الصين أنا حتى أشك في ان العدد الإجمالي اللي كان عند الصين 81 أنا يهيق لأن ممكن الصين كان عندها 200 أو 250 ألف إصاب بس طبعا ما قفلين ومدارين على شمعتهم وما بيعرفوش حد المهم ده أول تقرير بتاع الصين ماشي وحاجة تانية اللي بعد كده شوفوا بقى الناس الصدقة أو الناس اللي عندها شفافية إيطاليا 53 ألف حالة 578 ماشي وعدد الحالات الجديدة إذا انت شايفين وضع فظيع فظيع 6500 إمبارح كان واصل قريب من 6000 النهار ده كان مبارح 5940 حاجة النهار ده زيادة كان يعني زيادة عن مبارح الزيادة نفسها زادت عن الزيادة بتاعت مبارح بقى أكتر من ألف النهار ده في زيادة في إيطاليا يعني أتمنى من ربنا أن يوقف هذا الوباء عن هذه البلاد وعن بلادنا جميعا وبرضو أحب أن هذه الزيادات الرهيبة وبرضو أمريكا شوفوا 7300 حالة الزيادة دي أنا عندي إحساس قوي بأنها بعد أسبوعين بكتير أو أسبوع ند فطرة الحضانة بتاعة الفيروس لأن الإصابات دي راجعة الكبيرة أو دي راجعة لسببين السببب الأولاني أن دي ممكن تكون إصابات قبل ما يتفرد الحجر الصحي لأن في حضانة والحالات في معظمها ما بتبانش إلا بعد عشر تيام لا يمكن تعرف جميع الحالات المصابة النهاردة أصبح معروف أن الحالات في حالات تصاب ولا يظهر عليها أعراض يبقى الواحد مش عارف ولا غيره عارف وماشي في المجتمع وبينشر المرض بدون ما يعرف ومحد هتعمل له إيه دوت هتعرفه إزاي وتعمله تحليل إزاي يعني لا يمكن التغلب على هذه المشكلة إلا لو فيه تحليل يغطي كل الدولة وده مستحيل من رابع المستحيلات من رابع المستحيلات أنك تلاقي تحليل أن الدولة عندها تحليل 200 مليون عشان يغطي 200 مليون شخص فعشان كده الحاجة التانية الليه الأعداد بتزيد بشكل رهيب خلال هذه الأيام لأن برضو في مقدرة على عمل التحليل تستنج تستنج كتير كل ما بتعمل تحليل كتير كل ما بتكتشف ناس مصابين كتير وبتالي تقدر تعزلهم وتمنحهم عن نشر العدو فأنا متوقع بإذن الله تعالى إما بعد أسبوع أو أسبوعين يعني النهاردة 22 مارس يوم 1 إبريل بإذن الله أو 2 إبريل بلاش 1 إبريل لحسن تطلع كذبة إبريل ولا حاجة أول أسبوع في إبريل بإذن الله أتوقع أن هذه البلاد هيبتدي الزيادة اليومية تقل شوية في شوية صحيح لما نوصل لليوم ده يمكن إيطاليا دي تكون تجاوزة 90 ألف أو 100 ألف وأمريكا طبعا بالمعدل ده أمريكا تكون ممكن وصلت إلى 150 ألف إصابة لكن إن شاء الله الأمور بعد كده يبقى فيه تحكم شوفوا إسبانيا بقت 25 ألف إصابة والعدد الإجمالي بقى قريب من 4000 إصابة ألمانيا نفس الحكاية يا سبحان الله فيروس إيه ده ما هو فعلا إذا كان الفيروس بنقول أنه بيصيب ناس من غير أعراض هذه حاجة الحاجة التانية برضو الأول كانوا مش مقتنعين بالكلام ده يعني والله أنا قلت الكلام ده في أول يناير بس طبعا أنا قلته ليس بناء على دليل علمي أو أبحاث وإنما بناء على الانتشار السريع قلت الفيروس ده بيتنقل عن طريق الهوى حاليا خلال الأسبوع أو الأسبوعين العشر تيام الفاتو الدراسات أثبتت أنه فعلا بيتنقل من خلال الهوى في فرنسا واحدة من العلماء كانت بتنشر الفيروس يعني تبخ الفيروس في الهوى والبعض انتقاد أنها كانت بتعمل كده في المختبر اللي هي فيه وتشوف الفيروس بيقعد في الهوى تاخد عينات من الهوى تحللها لقيت أن الفيروس تقريبا بيقعد يعني فيه اختلاف في الدراسات دراسة بتقول حوالي 12 ساعة وفيه دراسة بتقول أكتر من كده وفيه أول حاجة قاله نصف ساعة النهاردة فيه دراسات بتقول بيقعد في الهوى 12 ساعة وعلى الأسطح كانوا بيقولوا بتقعد برضه يوم النهاردة بيقولوا بتقعد حوالي 3 ايام الفيروس على الأسطح ولذلك هو أكتر حاجة حكاية الأسطح الفيروس المريض يخش مكان يلوس الطولات والكراسة ويوي إذا كان بيكح ومقابد الباب وأي أجهزة موجودة والتلوث ده ممكن يقعد نقول على أسوأ تقدير 3 ايام فأي ناس تخش المكان أو الغرفة خلال هذه 3 ايام ممكن تصاب ولذلك النظافة 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 عشان كده بيقولوا أن النظافة أهم طريقة وأحسن طريقة للعلاج غسل اليدين مقابد الببان لو مكان عام مقابد وأحسن من كده من كده اقفل الأماكن العامة كلها بس البيوت والعمرات المقابد الببان المفاتيح كل حاجة لازم التليفون كل الحاجات دي لازم تتعقم أو على أقل تتطهر ومش صعب التطهير كلوروكس كلوروكس مخفف بيشتغل فيه كحول كويس ما فيش كحول لأن طبعا الكحول والمسكات كلها بقت شبه نادرة دلوقتي في السوق ونضم لها فيتامين سي والحاجات اللي فيها فيتامين دال والمالتي فيتامز اختفت من الأسواق وحديثا أصبح برضو علاجات المالاريا اختفت من الأسواق إيران الحالات برضو فيها ما زالت وضعها سيء بس أنا شايف كده أن الزيادة خلال أمس يعني نزلت عن الألف الأول قبل كده كانت فوق الألف كل يوم زيادة بس النهاردة يعني إيران فيها زيادة بس أفضل شوية نتعشم أن فيه نزول كل يوم وهكذا كل الدول أوروبا سبحان الله وبرضو كوريا برضو ما زالت كوريا عدد الحالات الزيادة اليومية عالية عن الأسبوع اللي فات كانت الأسبوع اللي فات أقل من المياه دلوقت عالية شوي ودي بريطانيا ودي كل دول أوروبا زي ما أنتم شايفين كده اليابان ما شاء الله عليها يعني عدد الوفاة قليلة والأصابات قالت معين اليابان دي كان عليها كان قدامها السفينة إياها وكانت من أوائل الدول يعني المنكوبة هي وهون كونج بس قدروا تحكمه والأصابات مش شديدة عندهم نسبين عندك إسرائيل زاد إسرائيل برضو بتنط تجامد بتنط تجامد عدد الإصابات 178 إصابات كل يوم في زيادة في إسرائيل لما وصلت إلى 883 حالة إصابة من تاني عندنا بقى نخش على الدول العربية قطر بقيت 481 إصابة برضو فيها زيادة 11 إصابة بعد قطر مباشرة يمكن بقيت السعودية فيها 48 إصابة زيادة بقى داخل على 492 إصابة وبعد وبعدها في الدول العربية 310 البحرين وبعد كده مصر 294 بزيادة 9 إصابات مبارح كانت 287 النهاردة زادت 294 294 طبعا أتعشم أن مصر تتخذ كافة الإجراءات وما فيش حد بيموت من الجوع إن شاء الله نتخذ كافة الإجراءات يا مصريين وخلوا تبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية واحدة من التعليمات social distancing ابعدوا عن بعض social distancing ما تتقبلوش ما تروحوش هنا ولا هنا تعودوا في بيتك وغير كده النهاردة أو مبارح تقريبا بدأ مسألة social distancing دي تتطور إلى physical distance يعني مش بس تمتنع عن النشاطات الاجتماعية والعمل لا حتى تعمل مسافة بينك وبين الناس كلها بينك وبين الناس والكلام اللي هقوله ده مهم جدا للناس اللي بتشتغل في السوبر ماركت والناس اللي بتشتغل في البقالة ما تستهطروش انت الكاونتر بتاعك عرضه حوالي 60 سنط فيبقى الزبون وأول حاجة أنا أوصي يعني اتعلموا من العالم اللي بتاعه الفلبين الفلبينين بصراحة أثبتوا ان عندهم وعي عالي قوي الكاونتر حط جنبه كاونتر تاني ما فيش كاونتر تاني حط أي حاجة بحيث تعرض الكاونتر إلى الضعف ماشي أو أكتر من الضعف بحيث المسافة ما تكونش أقل من متر بينك وبين الزبون الناس اللي شغال في صيدليات والناس اللي شغال في سوبر ماركت يعني حفظوا على نفسيكم بهذا الأمر يعني ما يكونش صاحب السوبر ماركت قاعد في بيتهم مرتاح نايم وحتى كنت في المواجهة للإصابة واخد دين بالكو هو يحصل فلوس وانت تحصل المرض والإصابة فأصر أصر على إن إعادة تنظيم الكاونترات الكاشير يبقى واقف بينه وبين الزبون أقل شئ متر يقدر مفيش كاونتر يحطه تاني يحط كاراتين فرغة كاراتين فرغة بوكسات بحيث أو مش عارف يعني أو ممكن كل كاونترين بتوع كاشير الزبان قليلا دلوقت المتوقع فكل كاونترين بتوع كاشير يتلزق في بعض ويبقى كاونتر واحد ده يتنصيحتي للناس طبعا صالونات الحلقة يعني اللي يعمل لك فيديو يقول لك الحلقة في عصر كورونا يعني يسيب شعرك يطول شوية ولا قصه في البيت ايه مش عايز مش عايز اطول لساني احلق في بيتك ان شاء الله عنك ما حلقت اقعد يا اخي شهر ولا شهرين من غير ما تحلق مش معقولة قوي يقول لك الحلقة في عصر كورونا يا اخوان خلوا شوية عندكم وعي شوية عندكم ادراك ماشي ان شاء الله اضغطوا على نفسيكم عشان نقصر المدة نقصر المدة اضغط على نفسك مية في المية فالمدة تقصر الى اقصر الى اقصر فطرة ماشي يعني انت اذا طبقت التعليمات بخمسين في المية ممكن الحالة التواريق دي تستمر عندك خمس ست وشر لو طبقتها بمعدل المية في المية ممكن خلال شهر تنتهي ان شاء الله فاختار انه الاحسن تقعد خمس ست وشر في معاناة ولا تقعد شهر وربنا ينجيك وربنا ان شاء الله ينجينا جميع فده ده كان التقرير المجمل ونرجع اقول لكم الفلبين برضو 307 الفلبين بتاخد محاذير يعني بصراحة حسب الوصف اللي بتوصف فيه على الانترنت والمواقع والجهات العالمية بتقول ان الفلبين من اكسر دول اسيا والعالم تشددا في حكاية الحجر السحوين انتو انا بعمل لكم فيديوهات بحطها على قناة ارافيل بتشوفوا الدنيا عاملة ايه في 24 ساعة حظر رسمي تجول بالليل اللي بيمشي بالليل ده يعني بيعامل معاملة المجرمين البوليس والعسكر وحاجة رهيبة فتلاقي الشوارع مفيش بالليل من سبعة من تمانية لخمسة الصبح وبين خمسة الصبح طول النهار برضو الاحياء كلها متقفلة محدش يخرج ولا يدخل يعني ابناء الحي ما يخرجوش الا لو واحد فيهم صيدالي او واحد فيهم دكتور او واحد عنده سوبر ماركت مقفلين الشوارع بمتاريس عشان تخش طبعا لو على رجليك ممكن تخش والمواصلات مش موجودة يعني حكاية المواصلات دي قضت على الحركة في الفلبين خصوصا في مترو مانيلا مترو مانيلا دي مش هينا مترو مانيلا حوالي 13 مليون وحواليها كافيتي ومش كافيتي والحتا ديت بتخش لنا يعني يعني حاليا تحت الحجر الصحي المشدد اسمه حجر الصحي مشدد تقريبا يصل الى درجة حظر التجول داخل تحتها حوالي اكتر من 25 مليون واحد ده بس في منطقة لوزون اما في مناطق التانية فالمدن برضو عاملة نفس النظام والدولة كلها مغلقة فالفلبين ماشي على نظام صح ومع ذلك برضو في حالات زيادة جديدة يرجع ونقول الحالات الزيادة الجديدة مش لضعف في اجراءات الدولة وانما في نقص في الامكانيات الاختبار نقص امكانيات الاختبار وهو احنا هدلوقتي بيختبره مين في هنا وفي الفلبين وفي اي ما هو في معظم متهيئة للدول العالم الاختبار اجباري مجانا من قلته يعني المفروض يمنع الاختبار انه ينزل تجاريا الا لما يتقض على الوباء الاختبار يمنع بيعه باي مليم انما يروح وممنوع استخدامه لاغراض اخرى يستخدم للمرضى فقط لغير المهم او للمصابين او لكشف المصابين فعندنا الفلبين الوضع فيها عندهش عندهاش اختبارات زيها زي امريكا ما عندهاش اختبارات فبالتالي ما بيقدروش يفحصوا كل الناس ما بيفحصوش حد الا اللي بتظهر على الاعراض يعني اي واحد يتصل بيهم كده يقول له لو اقعد في بيتكم ممكن يكون مصاب يعني انا واحد من الناس عندي شرق فزوري وكوح الله اعلم ممكن يكون مصاب بس معرفش لانه ما عملتش التحليل فواحد زي كده ممكن ينشر العدوى واخدين بالكو ممكن ينشر العدوى بدون الناس من غير ما يعرف ومن غير ما يعرف لا ده وممكن واحد تاني ما يكون عنده لا بحة في الصوت ولا حرقان ولا اي حاجة ويكون برضو مصاب بالفيروس ينشر فبالتالي ده ده سبب انه ما زال في حالات اصابات عالية انا متوقع الفلبين ممكن بعد اسبوعين برضو وخصوصا لو توفرت الكتات بتاعت الفحص ممكن عدد الاصابات يتحكموا في الموضوع ويسيطروا على الوباء ويرب يسيطروا ويرب كل دول العالم تسيطر والناس تعيش في امان وتطمئن والتقرير هم ما شاء الله 188 دولة مية التقرير طول طول بشكل رهيب وقت الملخص في الاخر عدد الاصابات الاجمالي عدد الاصابات الجديدة النهاردة 32000 الوفيات كلها بقت 13050 عدد الوفيات اللي زادت النهاردة بقت 1563 عايز اشوف الحالات الحالات الحارجة كام الحالات اللي عايزة شوفوا كام 9300 حالة حارجة في 9300 واحد منهم اكتر من النص يمكن نقول مثلا 4000 او 5000 واحد عايز تنف الصناعة ده المستشفىات يا اخوان كل مستشفى بيبقى فيها جهازين ولا تلاتة تنف الصناعة عادة يعني في البلاد زي حالتنا يعني المستشفى عادة يبقى فيها جهازين او 3 اجهزة تنف الصناعة في الظروف العادية يعني مش ممكن المستشفى العملاقة بيبقى فيها مثلا 50-60 جهاز فعلى مستوى العالم يعني لحد دلوقتي يمكن الامور ماشية لحد دلوقتي الامور ماشية لكن بعد كده لا الامور مش هتبقى ماشية وبعدين في دول فيها حالات زيادة وفي دول لسه مفهاش طبعا الدول اللي مفهاش ولو عندها اجهزة تنفص صناعي عمرها هتديها للدول التانية في الوقت الحالي لان هي لسه مستنية دورها احتمال ييجي فربنا ان شاء الله يسطرها وينجينا وينجي الناس كلها من هذا الوباء اللعين ويعني وترجح حياتنا ترجح حياتنا لوحشتنا بقالنا أسبوع أو أكتر من أسبوعين ولا حاجة حياتنا وحشتنا وحشتنا بحلوها ومرها وحشتنا اصحبنا وحشونا وقريبنا وحشونا وقلقانين على الناس كل إنسان دلوقتي في أي مكان لي ناس تانية في كل مكان في العالم قلقان عليهم أنا عندي ناس في مصر وناس في إيطاليا وناس في كل الدول العربية زي زي كل الناس قلقانين على الناس ربنا يتمننا ويتمنكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته